بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فحياكم الله فحياكم الله إخوتي مجددا في درس من التعليق أو من دروسنا في التعليق على شرح السنة بإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى والمتوفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن قول المؤلف رحمه الله تعالى في قضية رؤية الله عز وجل في الدنيا وكذلك معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في الله الحديث تفكر في آلاء الله ولا تفكر في الله وكذلك تكلمنا عن قضية تكليف أو أمر الحوام والسباع والدواب وقول الملاحدة والمتصوفة في ذلك تكلمنا عن الإيمان بقضاء الله وقدره وأن الله عز وجل يعلم كل شيء وأن من أنكر علم الله هو كافر تكلم أيضا عن قضية النكاح وأنه لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل تكلم عن الصداق والطلاق وختمنا بالمسألة الأخيرة وهي قوله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بأحدى ثلاث ذكر الزنا والردة وقتل النفس المؤمنة بغير حق إنه يقتل بذلك مع بيان حرمة دم المسلم أبدا إلى أن تقوم الساعة وقفنا على قوله رحمه الله تعالى وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يخنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا يبين رحمه الله تعالى هنا أن كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى ومن كتب الله عز وجل له البقاء إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبينا ربنا سبحانه وتعالى أنه حين ينفخ في الصور ويأمر بالنفخ في الصور أنه يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما قال عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وأهل العلم اختلفوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله على أقوال متعددة منهم من قال الملائكة ومنهم من قال الأرواح ومنهم من قال الحور في الجنة ومنهم من قال الولدان وغير ذلك من الأقوال ويرجح شيخ الإسلام نتيم رحمه الله أن الله أخفى ذلك فلا يمكن الجزم بشيء منه إلا بدليل ومن الأشياء التي يذكر أهل العلم حكم بقائها وأن الله عز وجل كتب عليها البقاء وعدم الفناء ثمانية أمور كما قال السيوطي رحمه الله تعالى ناظما ذلك ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم فبين رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء التي ذكرها أيضا الإمام البربهاري رحمه الله هي باقية لا تفنى ذكر منها العرش والكرسي والنار والجنة وعجب الذنب وعجب الذنب والأرواح واللوحة والقلم والمؤلفون رحمه الله البربهاري ذكر الصورة كذلك ولم يذكر عجب الذنب الإمام بن القيم رحمه الله له أيضا في نونيته جملة من الأبيات في بيان الأشياء التي لا تموت ولا تفنى بأمر الله سبحانه وتعالى فقال والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان ولأجل هذا ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان وكذاك عجب الظهر لا يبلا بلا منه تركب خلقة الإنسان كذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان وذكر كذلك الأرواح وأنها تسرح في الجنة وغير ذلك من الأبيات التي أشار فيها إلى أن هذه الأشياء تبقى ولا تفنى فمما ذكره رحمه الله الجنة والنار ومر معنا حين تكلمنا عن الجنة والنار أننا ذكرنا من المسائل التي يجب الإيمان بها فيما يتعلق بالجنة والنار الإيمان بأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ويدل على ذلك كتاب الله ويدل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة كثيرة من الأدلة تكلمنا عن ذلك فيما مضى الله عز وجل يقول عن النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها وقال عز وجل عن الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وذكر أو مما يدل على بقائهما أيضا حديث ذبح الموت بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت والأهل النار خلود بلا موت وهذا إجماع أهل السنة والجماعة ونقل الإجماع على هذا وعلى بقاء العرش أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فإنه سئل في الفتاوى في المجلد الثامن عشر بصحيفة سبع وثلاثمائة حين سئل عن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش فقال أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام بعض العلم ثم قال رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين وهذا يؤكد لنا مع ما ذكرنا من كلام بن القيم سابقا ورده على الجحمية في قضية فناء الجنة والنار أن هذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية وقول العلامة بن القيم رحمه الله تعالى أنهما يقولان بما قاله السلف من بقاء الجنة والنار وأنهما لا يفنيان أبدا كيف وشيخ الإسلام رحمه الله ينقل اتفاق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة على البقاء وعدم الفناء ومن قال بفناء جميع ذلك نسب هذا الكلام إلى المبتدعين والصنعاني رحمه الله له رسالة في ذلك نفيسها أيضا فعلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ومن الأدلة على بقاء العرش قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ذكر أن الفردوس حين أمر العباد بأن يسأل الله الفردوس الأعلى قال وسقفه عرش الرحمن الله عز وجل مستوى على عرشه والكرسي كذلك وموضع القدمين كما يقول ابن عباس والصور أيضا لا يفنى لقول الله عز وجل فنفغ ونفغ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض وكذلك الأرواح وعجب الذنب أيضا لا يفنى لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء عجب الذنب من أكل الأرض لابن آدم قال ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة أي يبعث الكافر على كفره المؤمن على إيمانه المنافق على نفاقه وكل بحسب عمله وما قدم في هذه الحياة الدنيا وما إنهم محاسبون ومجزيون على ما قاموا به وعلى ما عملوا به يوم القيامة يحاسبون على ما عملوه في هذه الدنيا قال ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعيد وحساب الله عز وجل للخلق أو الخلق ينقسمون بالحساب إلى ثلاثة أقسام منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب جعلنا الله وإياكم منهم وهؤلاء الذين جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون عندهم تمام التوحيد والحساب منهما هو حساب يسير وهو حساب أهل الإيمان وهو العرض تعرض عليهم أعمالهم عرضا وأما الحساب العسير وهو الثالث وهو مناقشة الله عز وجل لعبده بعمله وهذا الحساب العسير فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ثم بعد ذلك المصير إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحشر جميع المخلوقات يحشر البهائم والسباع والدواب والجن والإنس كما قال عز وجل وإذا الوحوش حشرت قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فإذا حشرت الخلاق وحشرت البهائم حصل القصاص بينها كما سيأتي في الفقرة التالية فيقتص كل مخلوق ممن ظلمه حتى البهائم التي حصل بينها ظلم يقتص أو يقتص بعضها من بعض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا الدليل على أن البهائم بعد أن يقتص أو يقتص بعضها من بعض يأمرها الله عز وجل بأن تكون ترابا فتكون ترابا لأنها غير مكلفة وهنا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذكر أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية قال الله عز وجل يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبقى تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا أي لم يكونوا من أهل التكليف تكليف الشرعي والأمر الشرعي أنهم يكونون ترابا فيكونون ترابا قال رحمه الله بعد ذلك والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار أهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد فلا يجوز الظلم لا لمسلم ولا لكاثر فللعدل واجب مع الجميع كما هي عبارة شيخ الإسلام بن ثيمي رحمه الله تعالى قال العدل واجب على كل أحد لكل أحد في كل حال والله عز وجل نهى عن الظلم ونزه نفسه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرمة وبسبب هذا الظلم بين الخلق حتى للذرة من الذرة والذرة هي صغار النمل فإنه يقتص بعضها من بعض كما جاء في صحيح مسلم من حديثي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء وأما القصاص بين أهل الإيمان وهذا يكون في القنطرة قبل دخولهم الجنة إن يتجاوزون الصراط ويخلصون إلى قنطرة بين الجنة والنار فيقضى لأهل المظالم ممن ظلمهم وهؤلاء الذي يكون الظلم لا ينقصوا أو لا يذهبوا جميع حسناتهم لأنهم كلهم من أهل الجنة فحسناتهم أكثر من سيئاتهم أو عفية عن سيئاتهم وغفر لهم كما جاء في حديثي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقضى لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة هو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة فما قال رحمه الله تعالى وإخلاص العمل لله وهذا من أعظم الواجبات فهو أمر عظيم وأصل كبير من أصول الإسلام جاءت فيه الآيات الكثيرة في الأمر بالإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال بل إن العمل لا يقبل عند الله حتى يأتي العبد به خالصا له كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال سبحانه ألا لله الدين الخالص وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فكما أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص فكذلك العمل إذا اقترنا بالشرك إن الشرك محبط له قال بعد ذلك والرضى بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل الإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلها ومرها فدعلم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل يبين هنا رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بقضاء الله عز وجل وقدره وأن العبد يجب عليه الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وأن هذا من أركان الإيمان وأن هذا من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث جبريل حين سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب المرتبة الأولى العلم الثانية الكتابة الثالثة المشيئة والرابعة الخلق ولا يتم إيمان العبد بقضاء الله وقدره حتى يؤمن بها جميعا علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين فيجب الإيمان بهذه الأربعة حتى يتم الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره فلا يتم إلا بالإيمان بالعلم أن الله يعلم كل شيء وأن الله كتب كل شيء إن الله بكل شيء عليم ويؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيك وكذلك نؤمن بأن كل شيء بمشيئة الله وقدره وأن مشيئة العبد التي أعطاه الله عز وجل إياه إياها وعطاه القدرة على الاختيار والمشيئة لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله وما تشاءنا إلا أن يشاء الله وأن الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالقنا وخالق أعمالنا كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون وظل في المرتبتين الثالثة والرابعة القدرية والجبرية القدرية الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله لذلك كانوا مجوسا شبهوا بالمجوس مجوس هذه الأمة لأن المجوس تزعم أن هناك خالقين خالق للظلمة والنور وهؤلاء القدرية المعتزلة يزعمون أن الله خلق العبد والعبد خالق لفعل نفسه فعندهم الخالقين بعدد الخلق والجبرية نفو قدرة العبد واختياره ومشياته وقالوا إنه كالريشة في مهب الريح لا قدرة ولا اختيار وردت النصوص الشرعية عليهما في كثير من الأدلة ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا رد على الجبرية لأنه أثبت لهم قدرة على العمل وكل ميسر لما خلق له إثبات أن أعمال العباد بخلق الله سبحانه وتعالى ورد على المعتزلة نرجع إلى إباراته رحمه الله يقول والرضى بقضاء الله والصبر على حكم الله الرضى الواجب الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب والصبر عليها وأعظم منها مرتبة هي مرتبة الرضى والرضى مستحب والصبر واجب وهو درجة أعلى من درجة الصبر وأعلى منه كما ذكر ابن القيم رحمه الله درجة الشكر أن العبد يعلم أن ما اختاره الله عز وجل له وإن كان مصيبة أو بلاء أنه خير له فينظروا إلى آثار هذا الابتلاء وما يورثه العبد وما يورث هذا البلاء العبد من تكفير للسيئات ورفعة للدرجات والصبر على حكم الله الله عز وجل أثنى على الصابرين وبشر الصابرين وقال عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا الصبر على حكم الله يدخل فيه الصبر على طاعته والصبر عن مأصيته والصبر على أقدار الله عز وجل والمصائب التي تصيب العبد كل ذلك داخل في الصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله وهذا عام ويقصد به المؤلف الإيمان بما قال الله في القضاء والقدر أنه يجب التسليم والاستثلام لأمر الله سبحانه وتعالى وأننا نعلم أن كل أمر من الخير والشر والحلو والمر هو بقضاء الله وقدره ورد على المعتزل الذين ينفون علم الله عز وجل خصوص القدري الأوائل قال قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون أي ما هو مصيرهم الله يعلم أهل الجنة وأهل النار لكن أعطى العباد القدرة على الاختيار في هذه الدنيا فمنهم من هدى الله ومنهم من ضل منهم من سار على الخير ومنهم من سار على الشر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نهديناه النجدين وهم لا يخرجون من علم الله عز وجل ولا كتابته ولا يكون في الأرض ولا في السماوات إلا ما علم الله ومن أصول الإيمان بالقضاء والقدر هو أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا من أعظم ما يورث العبد المؤمن الراحة والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا يسلم لقضاء الله وقدره إن جاءت مصيبة علم أنها مقدرة وإن جاء فاته خير علم أنه ليس له ولم يكتب له فاطمأن وارتاح في هذه الحياة ولا خالق مع الله عز وجل وهذا رد على القدرية مجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وآل العلم كتبوا في الرد عليهم كثيرا من الكتب والمؤلفات ومنها كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى خلق أفعال العباد قال والتكبير على الجنائز أربع أربع والتكبير على الجنائز أربع وهو قول مارك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل الفقهية التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى لأن كتابه شامل للسنة كلها فيذكر ما يتعلق بالفقه وبغير الفقه من الأحكام وكما مر معنا سابقا خصوصا المسائل الفقهية التي حصل فيها مخالفة من أهل البدع من المسائل الفقهية قضية التكبير على الجنائز قول جماهير أهل العلم أنه يكبر عليها أربع تكبيرات وهو قول مالك وسفيان كما ذكر أربهاري رحمه الله قول مالك وسفيان الثوري حسن بن صالح وأحمد والفقهاء هو قول جمهور العلماء وجمهور الفقهاء وهو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأحاديث في التكبير على الجنائز التكبير أربع تكبيرات يقول الترمذي رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة وهو من آخر الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز وهي صلاةه على النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعاء قال الترمذي بعد الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعية وأحمد وإسحاق تهى كلامه رحمه الله وذكر الشيخ للباني رحمه الله تعالى أنه ورد أيضاً عن الصحابة في بعض الأحاديث زيادة في عدد التكبيرات إلى أن بلغت تسع تكبيرات ولكنه ذكر في أول حديثه عن هذه التكبيرات أن أكثر الأحاديث هي في الأربع ذلك يقول رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز ويكبر عليها أربعاً أو خمساً إلى تسعة تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تاره وهذا تاره كما هو الشان في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر ثم ذكر الأحاديث في الأربع تكبيرات منها حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش ومنها حديث ابن عباس في صلاته على الرجل الذي دفن ليلة ومنه حديث يزيد بن ثابت في صلاته على مولاة لبني فلان في قبرها ومنهما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة المسكينة في قبرها ومنها قول أبي أمامه السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة وذكر أيضا أن مما ورد بعد ذكره لجملة من الأحاديث في ذلك قال أما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كان زيد بن أرقم يكبر على جنائز أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا وهذا في صحيح مسلم وهذا الحديث علق عليه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله فقال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسة وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام ثم ذكر ما ورد في الست والسبع وأنها آثار موقوفة عن علي رضي الله تعالى عنه ذكر آثارين عن علي وكلها قال أنها لها حكم الرفع أو ثلاث آثار عن علي رضي الله تعالى عنه وأما التسع فذكر حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى على حمزة فكبر عليه تسعة تكبيرات ثم قال في الأخير وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة فيوقف عنده ولا يزاد عليه وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد وهو أقل ما ورد لكن أكثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هو في التكبير أربع تكبيرات في الجنازة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل ورد في هذا آثار عن بعض السلف التفسير وليست من أقوال أو لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الله عز وجل نزول المطر بأمره وإليه سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكدناه في الأرض يرسل السماء عليكم مدرارا وأن الله عز وجل وكل ملائكة بالمطر ونزول السحاب وجريان السحاب والرعد كل ذلك ورد فيه جملة من الأحاديث من أحاديث صحيح مسلم أن رجلا سمع صوتا في السحاب يقولوا اسقي حديقة فلان ويذكر أهل العلم أن الموكل بالقطر وبالنبات والمطر هو ميكائيل عليه السلام وأن هذا من أعمال ميكائيل ويدل على ذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله اليهود فقالوا له أخبرنا من صاحبك قال جبريل قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل وميكائيل هذا الحديث رواه أحمد وصحاحه أحمد شاكر الشيخ مقبل وغيره هذا يدل على أن من أعمال ميكائيل أنه موكل بالقطر من السماء وأما ما ورد بأن مع كل قطرة ملكة إن هذا لم يأتي فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ورد من قول الحكم من عتيبة وورد من قول الحسن البصري مذكور في التفاسير وبهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا